سوف يرحل ولن أخسر إيماني عيدة قول معي هاي الكلمات اكتبه على الفيس اكتبه على الموقع اللي انت فيه ما أمر به الآن اكتب اللي انت بتمر فيه مشكلة مادية مشكلة صحية ظرف عائلي تمرد الأولاد ظرف فيه أمر معين ما أمر به الآن وقتي سوف يرحل ولن أخسر إيماني كثير من المؤمنين عندما تحدث حرب روحية ضد إيمان يبدؤون بإطلاق كلمات سلبية تبه الكلمات اللي لازم تطلقها في وقت الحرب الروحية هي أهم كلمات لازم تخرج من عندك أهم كلمات لازم تخرج من عندك وقت ما انت تواجه حرب إيمان فلو انت كلماتك كانت سلبية لو انت كلماتك كانت انهزام لو انت كلماتك كانت فشل لو انت كلماتك كانت لعنات لو انت كلماتك كانت ضعف لو انت كلماتك تشير إلى ضعف في قدرة وقوة عمل الصلي في حياتك لو أنت كلماتك كانت فيها أمور غلط رح تواجه نفس ما أنت تتكلم فيه لكن لو أنا كلماتي كانت كلمات مبنية على ثقتي في الراب يعني أعطيك مثل لو أنا مريض عندي مرض معين كيف أتكلم؟ أعلن أعلان أعلن وعود الله من خلال صوت مسموع لو أنا أعاني من مرض بالمعدة أو بالقولون أعلن أنه رب شفاني من ألفين سنة أنا مش فيه وأنا بحسب كلمة الله مبارك وأنا بحسب كلمة الله بالارتفاع وليس بالانحطاب وأنا ده أعلن وأنا ده أقول هذه الكلمات وأنا ده أقول هاي الأمور شعرت بألم في معدتي أو في قولوني أو في عظامي كيف أتصرر أعلن أني عندي إيمان عنيد عندي إيمان يواجه الألم اللي فيه أستمر في إعلان شفائي أستمر في ثقتي في الراب أستمر برغم الألم أستمر برغم الحالة اللي أنا فيها أستمر أقاوم أظل أقاوم إلى أن ينتهي هذا الموضوع يبقى راح أتقل لي هذا الكلام سعب راح أقل لك اختبار البال هحصل معي يوم أمس أنا حكيت مع مع أخت من الأخوات من بلد آخر بيننا وبين المسافات طويلة جدا وهذا الأخت كانت تعاني من آلام في ظهرة آلام في الأكتاب بسبب أمور من الماضي هي ما كانت تعرف بيها أمور من الماضي ولا على إبليس على حياتها وحاول يحني ظهرة لتلتاشر سنة تلتاشر سنة تعاني من أوجاع تلتاشر سنة تعاني من ظهرة آلام في الظهر حرب والأخت تركوا الأحد للكنيسة وتصلي ومؤمنوا قابل الراب لكن عندها مشكلة إبليس عامل ربط إبليس عامل مثل مثل المرأة المنحنية فبدأنا نصلي أنتهر إبليس رفع عيده رفع القبض قالت لي هي أول مرة أشعر أنه ظهري ما في وجع ظهري سليم من الألم ما عندي مشكلة بظهري أنا 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 شافية بدت تضحى كشة تغير علامات الفرح دخلت على حياته وزوجه كان شيء ممتاد جدا بعد بيوم راحت الكنيسة يوم الأحد هذا الكلام كان ممكن السابة تفتكر الأحد راحت للكنيسة وهي بالسيارة هي بالطريق شعرت بنفس الألم بنفس المكان بنفس الوضع فاتصلت قالت لي أنا يسر عندي هذا الموضوع أعلني الآن دم يسوع المكان وتذكري أنه هي أعراض وهمية لأن الرب شفاكي في نفس اللحظة أعلنت قال دم يسوع لها كتافي أنا شفيت الرب يسوع شفاني الرب يسوع حررني الرب يسوع افتقدني الرب يسوع أعطاني نعمة ازداد إيمانه أول ما ازداد إيمانه قالت لي الوجع مرة ثانية غادر غادر تركني ترك ظهري هاي حقيقة هذا الأمر حصل مبارح أنا مات أحكي لك شيء سمعته أنا حصل معي مبارح هذا هو الإيمان المعاند إيمان قوي إيمان محارف إيمان يعرف الانتصار إيمان لا يعرف الهزيمة إيمان يرفض أعراض المرض المزيفة فالقاعدة الأولى اللي يخليها أماني هي قاعدة مهمة جدا 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 قاعدة مهمة جدا لازم أكون مؤمن عنيد وما أتزعزع بسرعة من أي شيء يحصل على حياتي وأبتدي أطلق كلمات سلبية وأن العالم انتهى أماني قاعدة ثانية هاي أول مرة تسمعون مني بعض الأمراض بعض الأمراض تقوم بعصيان كلمة الله تبع على كلامي بعض الأمراض برغم أنك تطلق عليها كلمة الله لكن تحاول تقاوم تحاول تعصى تحاول بطيع وهذا هو حرب الإيمان تحارب مثل ما عندك ناس تعصي البلد أو تعصي القانون هاي كل الناس اللي بالبلد هم مساندين للقانون البلد أو مساندين للبلد لا في عصيان في تمرد بعض الأمراض تعصى بعض الأمراض تتمرد حرب الإيمان يكون مع هذا العصيان لكلمة الله يجب أن تطلق إيمانك ضد الأمراض العاصية تتكلم مع المرض المرض اللي رافض الطاعة لكلمة الله قال بولوس الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد ويقاوم أحدهم الآخر لازم توجه كلمات لجسدك وللمرض بسلطان اسم يسوع لكي تنحني هذه الظروف أمام إيمانك القوي الذي لا يستسلم اجعل إيمانك عنيد ضد الظروف العنيدة قال بولوس الرسول في رومية 8 لا دينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس بحسب الجسد ليس بحسب الجسد بل بحسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس كلمة ناموس يعني قانون قوة القانون من ناموس الخطيئة والموت فإذا في جسدي أكو ناموس وفي روحي أكو ناموس آخر ناموس الجسد يتمرد على ناموس الروح إذا أستخدم سلطاني ضد ناموس الجسد لأن سلطان الروح ناموس سلطان الروح أقوى قانون الروح أقوى قانون الروح عنده السيادة قانون الروح حتى يكون أقوى لازم يكون عندي إيمان أقوى كل ما كان المرض عنيد ولا يريد أن يطيع الراب يجب أن يكون عندي يجب أن يكون عندي إيمان عنيد أكثر وأستمر بطرد هذا المرض إلى أن يتراجع ويتب جسدي قال بولوس أقمع جسدي وأستعبده كيف تقمع جسدك يا بولوس كيف تستعبد جسدك بالروح لما يجعر الصيانة على روحك روحك لو ضعيفة لو إيمانك مو عنيد لو إيمانك ضعيف سهولة تنغلب لو أنت عندك إيمان الانتصار لو أنت عندك إيمان الثقة لو أنت عندك إيمان عنيدة عندك إيمان قوي راح تقول دي إبليس انحني انحني للمرض راح تقول له اطلع من جسدي كلم المرض اؤمره احكي مع المرض مو تحكي مع الرب ربعتك سلطان احكي مع المرض يعقوب أربعة سبعة يقول فاخدعوا لله قاوم إبليس فيهرب منك خضوة للرب قاوم يعني يكون عندك إيمان علي إبليس جاي بمرض إبليس جاي ببلوة إبليس جاي بمشكلة اقترب إلى الله فيقترب إليك الآية لا تقول لك حارب إبليس بل قاوم بمعنى انتهر من خلال كلمات إيمان لا تحارب إبليس من جهة المرض لأنه يسوع حزمه من ألفين سنة وقال بجلدات اللي يشوفينا أنت تحتاج فقط تنتهر تنتهر العصيان تنتهر التمرد تنتهر الأشياء اللي أطلق إبليس على حياتك بقوة وسلطان لما روحت قوية جسدك يخضع ربي يسوع لما كان بالمركب وصار هيجان الريح والعاصفة والمطر والزوابع كيف تصرف الربي يسوع ما قال جدفه أكثر يمكن نصل بسرعة للبار ما قال لمره نفسكم في الماء لا ما استسلام لا للبحر ولا للهيجان ولا للعاصفة ولا الأي شيء وقف كلم بإيمان عنيد قال له أنت تعاندني أنت جاي علي بعاصفة أنت جاي علي بمطر أنت جاي علي بزوابع طيب اخرس ابكم اخرس ابكم هذا الاستخدام ربي يسوع ضد الطبيعة ضد العواصر ضد الأمطار نتيجة يقول كتاب هدأت هدأت لما هدأت انتفت للتلاميذ قال لمره أين إيمانكم ليش استسلمتم للعاصفة ليش استسلمتم للظروف ليش موقفتم وحكيتم بإيمان قاعدة ثالثة هي أن الحرب قد حسمت لأجلك وأنت عندما وأنا عندما أواجح حرب فهي حرب غير شريرة تبقى بعض الأوقات احنا نظن أنه كل ما نشتاس فيه هي حروب شريرة ضدنا من العدو كل ما أظر أنا أدخل فيه أواجهه بحياتي هو أمر شرير لكن بولوس الرسول يقول كلمات أخرى بولوس الرسول يقول الحرب اللي أنت تدخل فيها لازم تكون فرحان ومتمتع ليه لأنه النصرة والغلبة قد حسمت من أجلك من 2000 سنة في الصلي قد أكمل موضوعك عارف لما تشوف أنت أي فيلم وانت عارف هذا الفيلم نتيجته أنه الخير رح يغلب الشار رح تكون بالأخير متحمس أنه عارف الخير رح يغلب الشار نفس الشيء أنت داخل في موضوع أنت عارف مسبقا أنه قد حسم لأجلك حتى بولوس لما كتب تيموثاوس في الأولى الستة 12 قال له جاهد أي قاوم جهاد الإيمان الحسن أو جاهده جهاد الإيمان الحسن امسك شوف الكلمات أول شيء قاوم جاهد لإيمانك جاهد في إيمانك الحسن 1-6-12-2 امسك امسك بقوة بإيش أمسك يا رب بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا ثلاثة اعترف واعترف الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين إذن ثلاث خطوات مهمة قاوم امسك اعترف خليها أمامك حتى تغلب قاوم جاهد لكن بفرح مش بحزن واختراف مش بضعف ايمان هذا واحد اتنين امسك بقوة بوعود الله رب وعدك بالحياة الابدية رب وعدك بالنصرة وضع الابدية في قلوبهم رب اعطاك قد اقترب ملكوت الله قد اعطاك حياة افضل اذا انا امسك بما وعدني في الراب طب بس امسك لا اعترف تكلم امطق طلع صوتك واعترفت الاعتراف الحسن امام الناس شهود كثيرين اختف خطوات هذا اللي حرك ايمانك ذلك يقول في كونه الثانية 4-16 لذلك لا نفشل بل وان كان انسانا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوم يوم في يوم ليش تجدد؟ ليش الداخل لازم دائما يتجدد؟ ليه الإيمان لازم يتجدد؟ لأنه لو إيمانك تجدد فالإنسان الخارج الذي يفنى رح يتغير خلينا نعطيك أمثلة أكمل لك الآية لأن خفض ضيقاتنا الوقتية تنشأ لنا أكثر فأكثر ثق المجد أبدي ونحن غير نعظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية بمعنى آخر قوي إيمانك يتغير حياتك قوي إيمانك قوي إيمانك من الخارج رح تلقي حياتك اختلفة اختلاف كامل لا تنظر وتحسم الأمور من خلال نظرك أنتك مثلين وأختم بيها الدرس لأن الوقت خلاص ماشي داود وقف أمام جوليات جوليات كان شايفينه كل شعب إسرائيل كل الجيش كانوا شايفينه واحد قوي ضخم طويل رجل حارب وظل يعير صفوف إله إسرائيل وظل يعير وكل كانوا خائفين لأنه شافوا جوليات كبير شافوا جوليات في الشخص مرعب شافوا جوليات في الشخص مش قادرين يتواجهون معه ولا قادرين يتكلمون معه ولا قادرين يتعاملوا مع هذا الشخص داود شاف نفس المنظر شاف نفس الشخص وسمع نفس الأصوات في نفس المكان لكن كيف تعامل داود مع جوليات هل شاف وقرر من خلال النظر ولا قال في داخله أمر آخر كان في داخله إيمان آخر هل تأثر بضخامة الموضوع بضخامة المشكلة ولا قال ولا قال اليوم أضعك الرب في يدي فأقطع رأسك وأرمي لحمة لوحوش البرية بشن انتصر داود مش بسيف ولا برمح انتصر من خلال إيمان قوي جداً إيمان عنيد غير وضع كامل وغير موقف كامل داود وقتل جوليات ما تأثر من ضخامة وجبوروت هذا العملاق قال كما قتلت الأسد والدب كذلك يكون هذا الأغلف كواحد منهم شوف كلام نطاقة تكلم على صوته قال له ما رح تقدر قال له حاله حال الدب والأسد حاله حال أي واحد واقف أمامي اليوم انت لو عندك شغلة كبيرة مثل جوليار قل حالة حال الفلو حالة حال موضوع بسيط حالة حال أي أمر آخر رح ينتهي اليوم باسم يسوع المسيح الناصر هذا إيماني قال له يحبسك الرب اليوم في يدي ما أعطى اعتبار لقوة جولياط ما اهتم من جبوروت جولياط ما اهتم من طول عرض جولياط ولا تأثر بجولياط ولا هزشارة من رأس جولياط قال أن عندي إله عظيم أكبر من جولياط ذاتي لي بسيف ورومه أما أنا أما أنا كم واحد يكمل أتي إليك باسم رب الجنود أتي إليك باسم رب الجنود يحبسك الرب اليوم في يدي قف اليوم وصلي هاي الصلاة قدام المرض قل له أنت جايني بأعراض أنت جايني بمشاكل أنت جايني بعمر أنت جايني بتعب أنت جايني لكن أنا أجيك أيضا أنا أواجهك باسم رب الجنود عندي إيمان عنيد بهذه الطريقة أعيش بهذا المستوى هل ممكن إيماني يغير حالتي بعد فقدان الأمل؟ نعم أنطيك مثل وأختم فيها أنا قد راح أنطي آيتين بس وأختم فيها روميا أربعة سبعة عشر إلى اثنين وعشرين روميا أربعة سبعة عشر يقول كما هو مكتوب كلام من رب ده يتكلم مع إبراهيم إبراهيم عمره مية وعشرة سارة عمره خمسة وسبعين وثمانين سنة المنظر مخيف الجسد مخيف الشكل مخيف العلامات مخيفة أمل ما فيه خلاص كل علامات الولادة انتهت تبهى الكلمات في روميا أربعة سبعة عشر إلى اثنين وعشرين كما هو مكتوب أجل الرب قال له كلام غريب إني قد جعلتك أبا لأم كثير قال جعلتك أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء تبهى الكلمات مهمة الله يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة وهذا السلطان عندي وعندك تدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء إبراهيم آمن على الرجاء ما شعب عيونه لكي يصير قبل أمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك تبهى عدد ساة عشر خلي عليه عشرين خطحته إذا أنت مريض اليوم إذا أنت مريض اليوم خلي عشرين خطحت آية ساة عشر روميا أربعة ساة عشر وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده ما هم جسده وهو قد صار مماتا يعني خلاص زيره إذ كان ابن نحو مئة سنة ولا تبهى على سارة ولا مماتية مستودع سارة حتى سارة الرحم منتهي لكن لم يكن ضعيف في الإيمان عدد عشرين ولا بعدم إيمان هذا الإيمان العنيد اللي قل لك عنه اليوم يغير جسدك المريض ارتد في وعد الله ما ارتد في وعد الله ما شك في وعود الله ما قال له أنا شكلي و جسدي و عمري و ظروفي و شون رح يكون الأمر موضوعي لا أبدان جدد إيمان بوعد الله ولا بعدم إيمان ارتد في وعود الله بل تقوى بالإيمان العنيد معطيا مجدا لله و تيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعل ذا يفعل أيضا لذلك أيضا حسب له إيمانه بالعني جسدي معاند جسدي على مات مرض جسدي على مات ضعف سارة مرته علامات الضعف موجود يأس موجود وصلت إلى مرحلة معينة خلاص القطار فات العمر انتهى حكمة العالم تقول خلاص انت وصلتم إلى الممات هو شايف جسده أيضا بنفس الطريقة لكن لما أخذ واعد من الراف لما أخذ كلمة من الراف لما مسك بالحاق لما الحقيقة تحررك لما الحقيقة تغيرك قال أبدا مش رح أتأثرك مش رح أتأثر ليه مش رح أتأثر قال لي أنه الوعد أمين لأنه لتكلم معي أمين لأنه لأعطاني هذا الوعد قادر أن يتممه ولا بعدم إيمان ارتاب مشكلتنا نحن الارتياب مشكلتنا نرتاب دائما في وهوض الله بل تقوى بالإيمان تقوى واحد ما عنده قوة بالجسد واحد كل علامات جسده ضعيفة واحد انتهى جسده واحد واحده رحمة انتهى شكلا انتهى كيف رح تردع كيف رح يجيه حليب كيف كل هاي الأشياء دخلت فيه في سالة لكن اللي حصل لم يرتاب بعدم إيمان لكن أعطى مجدا قال يا رب ليكون نسبة مبارك انت حكيت خلاص الموضوع أنا أخدت قارنتي واتيقنا واتيق عندي قارنتي كان عنده يقين إن ما وعد به هو قادر أن يفعله الرب قادر يشفيك ويشفيني الرب قادر يغير إيمانك وإيماني الرب قادر يخلي فينا إيمان عنيد الرب قادر يحول مستودعك اليوم اللي ما يحمل أطفال إلى مستودع يحمل أطفال الرب قادر أن يوقفك من جديد ويخليك إنسان مختلف ويشافي جسديك الرب قادر هذا هو الإيمان العنيد لازم يكون عندك إيمان مثل إبراهيم لازم يكون عندك إيمان مثل داود لازم يكون عندك إيمان مثل المثاوس لازم يكون عندك إيمان حقيقي أنت في زمن أفضل أنت في وعد أفضل أنت في حياة أفضل قوي إيمانك اليوم لا ترتاب تكلم مع إبليس قلوا لا يا إبليس أنا شفيت من مرضي أنا اليوم أعلن أني أنا شفيت من مرضي اقتنع أي واحد وعشرين واتيقن أي اقتنع تماما بأن ما وعد بي الله يفعله لازم يكون عندك هذا اليقين حتى تقدر تحارب فيه وتقاتل فيه في الأيام القادمة بدون هذا اليقين بدون هذا الثقة في شخص الراب رح يكون دائما عندك مشكلة نقول الكتاب المقدس في كولوسي 1-23 انثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجال إنجيل الذي سمعتموه المكروس به في كل الخليقة تحت السماء أنا بولوس خادما له هذا اليقين رح أقوله الطريقة أخرى على أن تثبتوا فعلا في الإيمان الإيمان مش كلام الإيمان مش بالآيات الإيمان مش بروحك للكنيسة الإيمان مش بتقديم العبادة الإيمان مش بالمائدة وكسر الخبز الإيمان يحتاج إلى ثبات على رجاء الإنجيل الإيمان يحتاج أسمع أتكلم أنسك بقوة وجاهد لأجل إيماني تكون فيها جذور إيمان عميقة لما تجي السيول لما تجي الأمواج لما تجي الظروف الصعبة لما يجون أولادي بيتمردون عليها لما يحصل مشاكل عائلية لما تجي خسارة أو فقدان لما الأمور تتغير أنا مش شخص متذذب أو أو أت أت مثل مرجوحة وذو رأيين أو أتقلقل واليوم أنا معرب بكرة أنا مش معرب وأنهزم وأغادر وأبتعد عن الأخوة وأبتعد عن الكنيسة وأترك العدو ينهك قوتي مطلوب منك اليوم أنك تنهك قوة إبليس بخلال إيمانك العميد مطلوب منك اليوم أنك أنت تقف وتعلن إيمانك بسلطان غير عادي وتأخذ من الرب هذا الإيمان الذي يغيرك إلى تلك الصورة عينها رب يسوع جسده لم يكن مصاب لم يكن مريض لم يكن عنده مشكلة صحية لم يكن عنده لعنة لم يكن عنده شراطين لم يكن عنده شيء يسوع انتصر فأنا انتصرت يسوع غلب فأنا غالب يسوع قادر فأنا قادر يسوع قال تعملون أعمال أعظم مني نعم يسوع عنده إيمان عني يبقى لازم يكون عندي إيمان عني جسدي تمرد أأمر جسدي وأستحبته المرض يتمرد أتكلم مع المرض العدو محتاج مواجهة أواجه راسق بالإيمان عالم أنه الأمر اللي عليه ماشى على غيري أيضا وأقف ضد هاي الأشياء وأغير ظروفي وحياتي من خلال هذا الإيمان العنيم خلي عندك إيمان عني خلي عندك إيمان قوي خلي عندك إيمان بوعود الله لا تهتز لو الأعمدة اهتزت في بيتك لو الظروف أصبحت صعبة عندك فأنت خليك في مقاومة شرسة قوية كن أسد لا تكن ضعيف كن غالب كن منتصر ثبت خطواتك ثبت إيمانك ثبت أرجلك على كلمة الله الحية ورح تاخد اللي أنت تطلبه بقوة اسم يسوع أصلي في اسم يسوع تكون هذه الكلمات اللي اسمعتها كلمات بركة إلى حياتك باسم وسلطان الراب يسوع المسيح الناصري أصلي فعلا من قلبي أنه الرب يعطينا ثبات يعطينا نصرة يعطينا غلبة يعطينا حقيقة أن نمتلأ من روح الإيمان إيمان عامل إيمان قوي إيمان يغير الظروف والأزمنة إيمان يخلينا فعلا نقدر أن نقف ضد كل ما عدوا إبليس على حياتنا ما ما اشتغل فيه من ضعف في إيماننا بالإيمان نقلوا جبال اليوم عندك إيمان رح يكتب اسمك في أبطال الإيمان اليوم عندك ضعف إيمان رح يكتب اسمك أيضا لكن للناس اللي ضعيفي الإيمان فخلي إيمانك قوي اليوم بشخص الرب وتمسك بوعود الرب على حياتك وإمتلأ من إيمان يغيرك إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد باسم الرب يسوى أمين ترجمة نانسي قنقر